بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما نزلنا مع بعض الجافا سطبناها نزلنا برنامج انتلي جي دلوقتي البرنامج هيفتح معك بالشكل ده دقيم انا فتحه كده الجانب اللي على الشمال ده او البنال اللي على الشمال ده في الغالب مش هتلاقيه عندك لو انت اول مرة يعني تنزله جيل recent projects او ال applications اللي انا او ال programs اللي انا كنت فتحها فانت هيفتح لك بالشكل ده الversion بتاعه مش هيفرق معي سواء version 2019 او version 2020 مش هيفرق معي قوي هتلاقيه بيقولك هنا اول حاجة create new project اللي انت تفتح project جديد يعني او اللي انت تopen او تimport و check out version control ماناش دعوة بيهم دول دلوقتي هنا شوية settings و plugins وهنا get help برضو دول مليش دعوة بيهم فانا هستارت او هcreate new project هدوس على اول واحدة دي كده هلاقيه فتحلي ال screen دي طيب ال screen دي مهمة قوي هتلاقي فوق هنا project sdk جنبها java virgin انا مش فارقة معايا النسخة او version بتاع java سواء version 7 او 8 او 11 او ايا كان مش هيفرق معايا يعني بس لازم وانت بتفتح تلاقي project sdk ده موجود في java virgin عشان java virgin لو ما كانش موجود بقى دي مشكلة هتبقى انت ما نزلتش الجافا عندك مظبوط او الجافا ما بقتش كده متسطابة عندك على المشين او على الكمبيوتر طيب في الحالة دي انت بيبقى في مشكلة عندك في الجافا او في الinstalling بتاع الجافا هتضطر ان انت تبحث عنها او تحلها ممكن اي حد يكتب لي comment لو في مشكلة في البارت ده تحديدا ونحلها مع بعض هو غير عادة يعني عادة المشكلة دي بتحصل في windows 7 ونسبة حدوثها في windows 10 بتبقى أقل شوية انا بريكمنت جدا لو حد بيسمعني دلوقتي windows 7 وعنده الامكانية ان هو يسطب windows 10 هيفرق معا كتير مش بس في الجافا وفي كل شغلنا اللي جاي فانا بريكمنت طبعا windows 10 جدا 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 طيب انا مش اعلم على اي حاجة من الحاجات دي java fx android telej و maven و gradle و groovy والكلام ده كله مش اعلم على حاجة منهم انا by default كنت واقف على java مش اعلم حتى على kutflin ولا groovy ولا اي حاجة هفضل زي ما انا كده هدوس next طيب هنا بيقول لي create project from template وعمل لي التشيك بوكس ده create project from template دي بيقول لي ان هو يستارت البرنامج ويعمل لي هو زي starter file كده او ملف ابتدائي ابدأ ان انا اشتغل فيه يعني بيعمل لي كده المساحة اللي انا هبدأ اكتف فيها kud هو يجهزها لي ولا انا اعملها بنفسي مش هتفرق معايا سواء علمت على التشيك بوكس ده او معلمتش عليه مش هيبقى ازمة بالنسبالي في كل الاحوال يعني لو انا علمت عليه صح دلوقتي ودوس next هنا بيقول لي اسمي البروجيكت فانا هكتب مثلا java 1 وده البروجيكت name تاني ده انا اللي هنا بيقولي البروجيكت location اللي هو انت هتسيف هتحفظ الملفات عندك فين انا بحفظها عندي في الزد فولدر اسمه intelligent projects ويه جوال فولدر اسمه java 1 ده المكان اللي انا هحفظ فيه المشروع ده البز مكيج ماناش دقوا بيها دلوقتي مش هيفرق معانا هدوس finish وما ننساش ان انا في ال screen اللي قبلها كنت معلم على علامة الصح اللي هيكريتلي فيها الملف الابتدائي او الفايل الابتدائي اللي انا هبدأ اكتب الكود فيه هدوس next والاسم java 1 وهدوس finish هلاقيه راح عامللي المشروع ده طيب لو انا ما كنتش علمت على علامة الصح هلاقي ان الفايل ده مش موجود الملف اللي هو ده اللي اسمه main هنا هلاقي ملف المين ده مش موجود هو عملهولي بس عشان ابدأ اكتب الكود فيه وكاتب لي هو هنا comment كده او زي hint بيقول لي write your code here يعني ابدأ اكتب الكود بتاعك هنا طيب كويس اوي 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 انا لو ما كنتش علمت على علامة الصح يعني عملت close project لو ستارت project جديد وهدوس next مش اعلم على دي هسيبها وهدوس next هسمي البروجيكت ده است هواسميه اي حاجة مش هيفري معايا finish هلاقيه البروجيكت فتح وما فيش اي ملفات هنا قدامي خالص وهضطر ان انا لازم اجي هنا اعمل الملف اللي هو كان عملهولي عمله بإيدي فمش هيفرق معايا سواء انا عملته او هو عملهولي نفس الشكل اهول اللي احنا فتحنا لقيناه والملف اللي اسمه من اهو طبعا انا مش اشتغل على test ده اشتغل على java one اللي احنا عملناه طيب ممتاز جدا 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 طيب لو انت اول مرة بتسمع فيها coding في حياتك او بتسمع فيها programming في حياتك وانا هassume ده او انا هفترض ان انت لاول مرة بتكتب كود في حياتك والغرض من البلايلست دي او الغرض من التشانل اللي انا ببدأ مش من الصفر بل من تحت الصفر كمان طبيعي ان انت عند النقطة اللي انت فيها دلوقتي ان انت قبل ما تكتب اول سطر كود في حياتك طبيعي ان انت يبقى في حاجات مش فاهمها سواء كان في الفيديو اللي فات او في التو فيديوز اللي قابلهم على التشانل في اسئلة كتير جواك او حاجات بتدور في دماغك حاجات انت مش فاهمها الرؤية مش واضحة بالنسبالك خليني بس اقولك ان ده طبيعي جدا 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 وان الموضوع في البداية بيبقى صعب بيبقى مبهم بيبقى مش واضح بيتطلب منك شوية صبر شوية ان ان انت تكمل ان ان انت ما تقفش ما تقسش وان ان انت هتلاقي ان الامور بدأت شيئا فشيئا بتتضح لك وكل حاجة هتبقى تمام طيب هو هنا كاتبلك بيقولك write your code here في الجزء ده فاللي انا فهمه ان انا ابدأ اكتب الكود بتاعي هنا طيب خليني الاول اسألك سؤال مهم جدا 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 مين اسكى هل الانسان اسكى ولا الكمبيوتر يعني على كده نشوف انا هو انا عمر اهو لا عمر علش انا رسمي معاق شوية بس يعني ده عمر طيب وده الكمبيوتر مفروض ان ده بيسيئة اهو كمبيوتر تمام ده كمبيوتر طيب المفروض مين اسكى عمر اسكى ولا الكمبيوتر مين فيهم اسكى طيب خليني يسأل سؤال تاني مين صنع مين هل الكمبيوتر صنع عمر ولا عمر صنع الكمبيوتر الاجابة لا عمر صنع الكمبيوتر او الانسان يعني الانسان عموما صنع الكمبيوتر طيب لما الانسان هو اللي صنع الكمبيوتر يبقى الانسان اسكى الكمبيوتر صح الانسان هو اللي اسكى طيب بما ان الانسان هو اللي اسكى هل من المنطقي ومن المعقول ان الانسان هو اللي يتعلم لغة الكمبيوتر ولا الكمبيوتر يتعلم لغة الانسان لا الكمبيوتر اغبة فبالتالي الكمبيوتر ما يقدرش يتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي ما يقدرش يتكلم عربي ما يقدرش يتكلم انجلش ما يقدرش الكمبيوتر يتكلم بأي لغة على الإطلاق لكن أنا اللي صنعت الكمبيوتر أنا الإنسان أقدر أن أنا أفهم لغة الكمبيوتر لأن أنا اللي صنعه وقدر أن أنا أكلمه بلغته هو بلغته هو فبالتالي إحنا بندرس لغات البرمجة عشان نبدأ نكلم الكمبيوتر ونديره أوامر معينة ينفذها طيب تعال كده نقول إن إحنا عايزين نعمل حاجة سيمبل جدا جدا تعال نقول إن إحنا عايزين مثلا نقول للكمبيوتر يا كمبيوتر احفظ لنا الزاكرة عندك أو في الميموري سي مثلا رقم 14 أنا عايز رقم 14 اللي أنا كتبته ده عايز أن أنا أحفظه عندي في البرنامج عشان أستدعيه وقت ما أنا محتاج طيب أول قاعدة تعرفها في الجافا إن السطور البرمجية أو الكومندس في الجافا بتنتهي بسيمي كولنج اللي هي الفصلة المنقوطة دي دي اللي أنا ممرك عليها دلوقتي اللي أنا وقف عليها بالموز دلوقتي دي يسمعها سيمي كولن هتلاقيها في الكيبورد عندك عند حرف الكاف بالعربي بالعربي عند حرف الكاف هتلاقي السيمي كولن تدوس بس على حرف الكاف وانت عامل كيبورد إنجليش هتلاقي السيمي كولن لازم أي سطر أو أي أمر في الجافا نهايته عشان تعرف البرنامج إن الأمر انتهى اللي أنا قلته لك دوس على السيمي كولن او دخله السيمي كولن طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اخزن رقم 14 محتاج ان انا احفظه في البرنامج واستدعيه وقت ما انا عايز في اي وقت انا محتاج ان انا اديله اسمه وانا بخزنه ليه لانه ممكن يبقى عندي اكتر من 14 او ممكن يبقى عندي اكتر من رقم ممكن يبقى عندي اكتر من قيمة فكل قيمة او كل value انا لازم اخزنها في variable variable يعني متغير يعني اجا اقول x بتساوي 14 x ده هو متغير اقدر ان انا اسمه variable اقدر ان انا سميه x اسميه احمد اسميه عمر اسميه number of my friend اسميه اي حاجة انا حبيبها اسميه اي حاجة انا حبيبها النامينج مش يفرق معي بس خلنا نقول ان هو يبقى الاسم بيعبر اسم الvariable يبقى بيعبر عن الvalue اسم الvariable بيعبر عن القيمة يعني ده يبقى متناسب مع ده يعني ما يبقاش ده مثلا my name واقوم كتب له my name 14 حيث ان ها مش بيميك سنس مش منطقي طيب دلوقتي هنسمي ده x طيب انا عايز اخزن x x ده هحتاجه بعدين او هستخدمه بعدين انا محتاجه اخزنه في الميموري طيب دلوقتي جايبلي x دي بالله احمر بالله احمر ده يعني فيه error وكتبلي cannot resolve symbol x انا مش فاهم يعني ايه اكس هو الكمبيوتر مش عارف يعني ايه اكس فعشان كده احنا بنتعلم لغته بنتعلم لغته عشان نعرف هو ازاي بيخزن الديتا ازاي بيخزن البيانات المختلفة ازاي بيخزن الارقام انت لازم تديله keyword او كلمة بتدل على ان انت هتخزن ارقام ما ينفعش ان انت تخزن ارقام كده على طول او ما ينفعش تقوله خد شلي ال 14 دي عندك لا هو مش هيفهم هو مش بيشتغل كده زي ما قلنا ان انت اسكى منه بما ان انت اسكى منه انت بتتعلم لغته لغة الكمبيوتر او لغة الماشين لازم ان انت تحدد له نوع البيانات اللي انت بتدخلها لازم تحدد له الديتا طيب نوع الديتا اللي دخلاله طيب عشان تخزن ارقام او عشان يفهمك ان انت مدخله ارقام لازم تكتب الكلمة اللي بتدل على الارقام وهي int اول ما كتبت int ال x دي كانت بالله احمر عشان ما كانتش فاهمها دلوقتي هو فاهمها فاهم ان ال x دي من نوع int ال x ده variable نوع البيانات بتاعته او الديتا طيب هو int يعني هو بياخد ارقام يعني ما ينفعش بعد علامة اليساوي او بعد الايكوال ان انا اقول له حروف او رموز او ان انا اقول له اي حاجة يعني لو جيت كتبت هنا احمد هيديني error هيقول لي انت قلتلي هنا int معنى انت قلتلي int يبقى انا مستنيك تدخلي ارقام بس انت مدخلتليش ارقام انت دخلتلي حروف يبقى كده فيه مشكلة يبقى انت لازم الديتا طيب اللي اسمه int لازم بيعبر عن ال value اللي هو شايلها هنا في السطر ده عندي فيه ثلاث حاجات عندي فيه الديتا طيب او نوع البيانات وعندي ال variable اللي هو x تمام وعندي القيمة او ال value اللي هي 20 يبقى السطر ده بيتكون من 3 حاجات الديتا طيب او نوع البيانات x اللي هو ال variable وعشرين اللي هو اللي هي ال value او القيمة وفي الاخر السمي كولم اللي هي بينتهي بيها السطر طيب انا لو عايز اخزن حروف انا دلوقتي خزنت ارقام طيب انا عايز اخزن حروف عايز اجا اقول مثلا my name equal عمر طيب my name ده اسمه ايه my name ده زي ما قلنا ده variable زيه زي x طيب مش ال variable ده لازم له data طيب لازم له نوع بيانات لازم البرنامج يعرف x ده نوعه ايه وشايل ايه x ده اقولنا ان هو نوعه int وبما انه نوعه int فهو شايل او بيحمل قيمة او value بتاعت ارقام طيب my name ده نوعه ايه نوعه ان هو باين بعد علامة يساوي ان هو شايل حروف يبقى عشان افاهم الكمبيوتر او افاهم الماشين ان انا عايشي الحروف بديله الكلمة اللي بتدل على الحروف اللي هي السترينج السترينج بتعبر عن لو عايز ابعط له او تيكست او كلام معين تمام طيب انا لو عايز اتبع ال user او اتبع على السترين ال x او ال my name لو عايز اتبع my name ده في الجافا عشان اتبع وبعكس لغات تانية فيه لغات تانية مجرد بتكتب لك هلمة print كده بس تطبع لك لكن في الجافا احنا بنقول system is capital dot out dot print او print ال end وبكتب هنا my name طيب السطر اللي انا كتبته ده ليه اختصار ليه اختصار ممكن تكتب على الكيبورد s o u t وتدوس enter هتلاقيه هو لوحده كتب لك system dot out dot print وال ال end في الاخر دي اللي هو new line يعني الامر هيتبع في سطر لوحده وهو ما بصيله ال my name هنا طيب لو جيت عملت هنا run الزرار الاخدر اللي فوق ده اللي انا واقف اخدر اللي هنا ده المسؤول عن تشغيل الاوامر بيشغل ال program عشان ييكسيكيوت او يكونبايل الكود اللي انت كتبته طبعلي هنا كلمة عمر وقاللي exit code 0 وما فيش اي errors او ما فيش اي مشاكل طبعلي كلمة عمر اللي انا كنت بحاول اعمل لها print طيب لو انا شيلت my name وحطت x هو هيروح يشوف x ايه القيمة اللي هي اشغلاها او x جواها ايه وهيتبعها لي x هنا جواها 20 طبعا عملت run هيتبعلي 20 طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا عشان اخزن حاجة او احفظ حاجة واستخدمها بعدين لازم احدد نوع الحاجة دي او بنسميها ال data طيب بتاحها نوع البيانات بتاحها ويعرفنا نوعين من انواع data طيب عرفنا ال int اللي هو مسؤول عن الارقام ويعرفنا ال string اللي هو مسؤول عن الحروف ويعرفنا ازاي ان احنا بنتبع او بنbrint هلاقي ان انا بbrint بالطريقة دي واقول له system.out.print ال int او الاختصار بتاحها sout تعالا نقول لنا لحظة مهمة قوي الكود عندي او ال program بينفز الاوامر من فوق لتحت ومن الشمال لليمين من فوق لتحت ومن الشمال لليمين يعني بينفز الاوامر كده بالشكل ده تمام طيب يعني انا دلوقتي ال x عندي 20 لو انا جيت دلوقتي قلت له x بتسوي 5 ده معنى ايه ال x كانت 20 لما انا جيت قلت له x بتسوي 5 انا دلوقتي الاحز حاجتين ايه حاجتين اللي انا اللحظهم اللحظ ان انا ال int ما كتبتهاش تاني انا ما قلت له int تاني هنا لان هو قلت له ان ال x دي نوحة int يبقى انا مش محتاج كل ما جي استخدم ال variable ان انا حدد نوعه او حدد بتاعه لا هو طالما ال program عارف ان x نوع int فلس انا مش هقول له ده تاني انا مش هقول ده تاني طول ما انا بستخدم x ال program فيه محارف ان هي من نوع int طيب كوني ان انا قلت بي ايكوى الخمسة ده معناه ايه معناه ان ال x كان فيها 20 وشيلت ال h 20 وحطيت خمسة عملت حاجة اسمها re assign لل value يعني بعيد ادخال القيمة او ان انا بدخل القيمة مكان قيمة ال x كانت شايلة 20 في الميموري شيلت ال 20 وحطيت مكانها خمسة وال 20 دي اتمسحت تماما وما بقاش ليها وجود طيب عشان اتأكد لو جيت دلوقتي اطبع ال x هنا وجيت ان انا اطبع ال x هنا انا دلوقتي ال x بقوله ان هي ب 20 وبطبعها بعدها قلت له ال x ب 5 وبعمل لها print لو عمل هلاقيه انا فهمت ان البروجرام بيمشي من فوق لتحت ومن الشمال لليمين لطريقة تنفيذه للأوامر او للكود وفهمت كمان ان هو عملية ال re-assign لل value او انا بعيد ادخال ال value ومش محتاج ان انا اقوله انت تاني وانا شغال طيب دا كلام جميل اوي اوي وكويس اوي اوي طيب هلا وانا عايز ادخل ارقام عشرية decimal numbers ال data هعمل دا زي يعني انا دلوقتي اعرفت ان انا عشان ادخل ارقام بقول int عشان ادخل حروف بقول homer او بقول string يعني عشان اكتب homer او اكتب اي اي حروف هل في data types تانية غير ال int وغير ال string ايوة في data types تانية طبعا غير ال int وغير ال string دا بقى هنشوفه في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة